تتساوى مع المراحل الثلاثة التي سنمر بها على مدار اليومين. أولاً الاستكشاف. ثانياً الإنشاء أو الخلق. ثالثاً التغيير الإيجابي أو تغيير الإيجابي. ما هو نوع العالم الذي شهدناه في الفيديو؟ هذا هو السؤال الأول. ذكر أحدكم كلمة مفتاحية في البداية. ما هو العالم في عالم الذئاب؟ ما هو أكثر ما شهدناه؟ النظام الشامل أو نظام البيئي. الإيكو سيستم. إذن نحن بحاجة لفهم النظام واستكشافه. مرحلة الاستكشافة هي المرحلة الموازية لمنهجية وضع النظام. هذه هي المنهجية التي يقوم عليها هذا البرنامج. ثم نحن بحاجة لخلق مستقبل محتمل أو ممكن. نحن بحاجة للبدء في الخلق قبل التغيير. نحن بحاجة للنظر في المستقبل وأن نتوقع ما الذي سيحدث. وذلك من خلال البحث في مستقبل محتمل. ثم ننشئ منصة. نقوم من خلالها بتطوير المستقبل. هذه هي المنهجية الثانية التي يقوم عليها هذا البرنامج. أما المنهجية الثالثة. هي التغيير. التفكير في التغيير. نحن بحاجة بنهاية الأمر وبشكل حتمي أن نغير العالم من حولنا من أجل أن نحل المشكلة المعقدة. إذن نحن نستكشف لفهم النظام. ثم نخلق مستقبل محتمل كي نفهم ما الذي سيحدث لأن التغيير لن يتم الآن. نحن الآن نعيش في المشكلة. نراها ونشعر بها. ولكن بينما نبدأ بإحداث التغيير سيأتي المستقبل. سنقابل المستقبل وقت أن نبدأ بالتغيير. إذن أن يكون هناك تغيير إيجابي ومستدام. هو المرحلة الأخيرة والمحطة الأخيرة لهذا الإجراء. ربما لا تكون عملية كلاسيكية تقليدية خطية. نحن لا نقف عند المرحلة النهائية. بمجرد أن نصل للمرحلة النهائية نبدأ من جديد بالاستكشاف ونعيد الكرة. هي عملية مكررة مستديرة. ما هي سمات النكس بلورر أو مستكشف المستقبل؟ القيادة، ماذا أيضا؟ الفضول أو ذهنية المتعلم، مبتكر، ذات شغف. قوي الملاحظة، صاحب إسرار، مرن، القائمة تطول. أشكركم على ذكر أهم السمات. يجب أن نكون قادرين على التعلم، وأن نكون أصحاب طريقة مميزة في التفكير، وأن نلاحظ ما يتم حولنا، وأن يكون لدينا صلابة ومرونة وإرادة على إحداث التغيير، وأن نكون قادرين على فهم الأمور التي نتعامل معها. ترجمة نانسي قنقر